على صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال أعلنت شركة سيتي للتحليل الطبية بمصر توقيع مزقرة تفاهم بغرض الاستحواز بينها وبين شركة كايرو كيلينيكال لاب وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء أن مزاكرة الاستحواز تتضمن شراء سلسلة معامل كايرو كيلينيكال والعلامة والأجهزة الطبية والأصول العينية والمعنوية وأضافت أن قيمة عملية الشراء بلغت نحو 55 مليون جنيه وتم سداد 10 مليون جنيه دفعة تعاقد وإزباد جدية وسيتم سداد باقي القيمة المستحقة على دفعة واحدة وتوقيع عقد البيع النهائي يوم الأول من أغسطس المقبلة تجاوز إجمال أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات حاجز 4 تريليونات و100 مليار درهم بنهاية شهر يناير الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزية وكشف مصرف الإمارات المركزية في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير 2024 عن ارتفاع إجمال الأصول المصرفية على أساس شهرية بنسبة 80% إلى 4 تريليونات و109 مليار درهم في نهاية يناير الماضي مقارنة بنحو 4 تريليونات و75 مليار درهم في ديسمبر الماضي وبحسب تقرير المركزي سجل إجمال الوادع المصرفية ارتفاعا بنسبة 70% من تريليونين 522 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى تريليونين 540 مليار درهم في نهاية يناير حصلت منصة تداول مشتقات الأصول الرقمية ديربيت على ترخيص مشروط لتقديم خدمة الأصول الافتراضية من الجهة المنظمة للعملات المشفرة في دبي وذلك وفق بيان صدر من الشركة اليوم الثلاثاء وأشارت ديربيت في البيان إلى عزمها نقل مقرها الرئيسي إلى دبي كما عينت الشركة المديرة التجارية لوك ستيرنجرس رئيسا تنفيذيا لها يشمل الترخيص الذي حصلت عليه ديربيت نشاط التداول الفوري وتداول المشتقات ويصدل الترخيص مشروطا لحين استفاء الشركة كل الاشتراكات المتبقية الأخرى ومتطلبات التوطين التي بتحددها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي أظهر مسح خاص لسي أم بي سي عربية ارتفاع حجم الطرحات العامة الأولية في تداول السعودية بنحو 900% ليصل إلى مليارين وسبعمائة مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري وذلك بعد إدراج ثلاث شركات في السوق الرئيسية وست شركات في السوق الموازية في السياق ذاته أعلن التداول السعودي عن التقرير الشهري لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية للسوق الموازية نمو حيث بلغ مجموعة القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق نمو نحو 50 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي من خفاض نسبته 79% تقريبا أما بالنسبة لقيمة ملكية المستثمر الأجنبي قد شكلت ما نسبته 1.70% من إجمال القيمة السوقية للأسهم المدرجة شكرا